ميد بريس تقدم أبرز العناوين اشترك في القناة وتفعيل زر الجرس اندية ايطاليا وانجليزيا والمانيا تتنافس على ضم انصيري خلال المركات القادم تتنافس اندية ايطاليا وانجليزيا والمانيا على ضم الدول المغربي يوسف انصيري مهاجم وهداف اشبيليا الاسباني خلال المركات الصيف القادم وفي هذا الصدد كشفت صحيفة دياريو دي اشبيليا ان اندية انتر ميلان واسي ميلان وليفر بول وويست هام ومانشستر يونيتد وبولوسيا دورتموند الالماني يرغبون بالتعاقد مع يوسف انصيري الصيف القادم بعدما تألق بشكل لافت مع اشبيليا هذا الموسم يشار الى ان يوسف انصيري سجل هذا الموسم 17 هدفا مع اشبيليا في مصابقتين الدور المحلي ودور ابطال اوروبا حاكم زياش في ورطة كبيرة جدا ومحكمة هولندية تدرس استدعاءه ذكرت جريدة دي تليغراف ان محكمة هولندية تدرس امكانية استدعاء نجم المنتخب الوطني المغربي الاول حاكم زياش في الايام القليلة المقبلة من اجل الاستفسار بعد مقتل حلاقي الشخصي وصديقي احمد وذلك في تبادل لاطلاق النار في العاصمة الهولندية امستردام واضفت المصادر داتوا ان حاكم زياش كان على التواصل مع الضحية من اجل تزويده بمعلومات مالية في الوقت الذي يطالف في محام المشباب به المعتقل بمعرفة المزيد واستبعدت التقارير احتمال استدعاء الزياش في القضية مشير الى انه لا علاقة له بهذه البيئة كما قال الصحفي ماشا ديونج انه لا يجوز ربط حاكم زياش بهذا الامر مباشر باي رابط في تعليقه على الواقع وهذه ليست المرة الاولى التي يظهر فيها اسم حاكم زياش في تحقيقات الشرطة في هولندا حيث ربطت الصحافة الهولندية اسم اللاعب بالملاكم عزيز كالها المتابع في قضايا متعددة ويعيش حاكم زياش اياما عصيب رفقة نادي تيسي الانجليزي منذ التعاقد مع المدرب الالماني طوماستو خيل الذي استبعده في اغلب المباريات تقدم مؤمن زكارية لاعب نادي الاهل المصري لكرة القدم بالشكر للاعب فريق راجاء الرياضي بعد فوز النصور الخضر في المباراة التي جمعتهم بنضرائهم في اتحاد طانجة امس الخامس بمركب محمد الخامس لحساب الجولة السابعة من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم انوي وجه الدول المصري الشكر للاعب الراجاء بعدما احتفلوا على طريقة خلال مباراة فريقهم امام اتحاد طانجة ونشر اللاعب مؤمن زكارية صورة احتفالية الراجاء في لقاء اتحاد طانجة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاشتماعي انستغرام وعلق عليها قائلا شكرا للرجاء بعدما اجتاحت صورة الفريق الاخضر حسابات جماهير الاهلي التي وجهت شكر للاعب الراجاء على هذه الالتفاتة اشادة واسعة من الاعلام الافراقي بالتعاون الدولي للمغرب في مجال كرة القدم عمل المغرب منذ سنوات على جعل افراقية جزءا اساسيا من سياسته الخارجية هذا الاختيار شمل ايضا كرة القدم والتي انخرطت في ورش التعاون الدولي عبر شراكات مع عدد من الدول ومشاريع داخل القارة الافراقية ذلك ما جعل الاعلام القارية تحدث في عدد من المقالات حول عدد من الشراكات التي وقعتها الجامعة الملكية المغربية مع ناظرتها من مختلف دول القارة الافراقية وصلت كوبريات المنابر الاعلامية الافراقية عبر مقالاتها الضوء على شراكات وقعتها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم موضحة ان المغربية لعب دورا اساسيا ومحوريا في تطوير الممارسة الكروية داخل القارة الافراقية ولم تكن الشراكات والبنية التحتية وحدها من كانت في صلب عمل المغرب على المستوى القاري بل أيضا الدعم المالي لعدد من الدول الصديقة والشقيقة إضافة إلى تكويل الأطر وتنظيم المباريات والأحذات الكبرى وإصدافة عدد من الفرق والمنتخبات الإفريقية وفي هذا الصدد تطرقت مجموعة من الصحف طوغولية لهذا الموضوع أبرز صحيفة طوغوفوت والتي عنوان التنجاح منقطع الناظر لجامعة الكرة في ورش تعاون الدولي مؤكدة أن هذه الأخيرة تعمل بشكل كبير على تطوير كرة القدم الإفريقية في حين أوردت صحيفة زينبابوية أن جامعة الكرة أنجزت خلال سنة 2016 أكثر من 40 شراكة دولية مع اتحادات إفريقية والتي تم تمديد غالبيتها في سنة 2019 موضح أن ذلك يبرز أهمية وكفاءة هذا النوع من اتفاقيات الشراكة بينما أوضحت صحيفة بينينسبورت البنينية أن جامعة كرة لم تتوقف فقط عند توقيع الاتفاقية بل تجاوزتها إلى تحقيق منجزات على أرض الواقع لتطوير كرة القدم الإفريقية ادعمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم مشاريع إنشاء ملاعب كرة القدم قد تم الانتهاء فعلا من بناء ملعبين في كل من بوركي نافاسو والزاوتومي مؤكدة أنه يجري العمل على تنفيذ مشاريع أخرى أبرزها في جيبوتي والطوغو بدورها اعتبرت صحيفة بيبلي سبورت المالية أن جامعة الكرة نشيطة أيضا على المستوى في تكوين أطر إدارية وفنية على مستوى عالي بالإضافة إلى إطلاقية تكوين كاف برو شهر مارس 2018 والتي عرفت في فوجها الأول تواجد أربع مدربين أفارق في حين أوردت صحيفة الكينية This is Africa على لسان أحد المحللين المتخصصين أن عودة المغرب إلى الاتحاد الأفريقي بفضل الدبلوماسية الحكيمة للملك محمد السادس شكلت أساسا متينا للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاتخاذ هذا القرار الاستراتيجي بتعزيز التعاون الدولي المفتوح على نضرائها في إفريقيا وأشارت صحيفة ماتين إنفو الكونغولية أن المغرب تمكن من تنظيم عدد من المباريات المهمة والأحذات الكبرى بالإضافة إلى استضافته لعدد من الفرق والمنتخابات الإفريقية موضح أن ذلك لا يهم فقط المنتخابات والأندية الأولى بل أيضا جل الفئات العمورية وأن ذلك ما يجعلهم يساعدون بشكل جيد خاصة في ظل ما يتوفر عليه مركب محمد السادس لكرة القدم كما اعتبرت صحيفة كايفيلا الغانية أن مشاريع واستراتيجيات ومناهج والتزامات جامعة الكرة الدخمة على المستوى القاري والدولي والتي تسمح لها بالترويج لإفريقيا وتطوير كرة القدم جاءت وفقا للإرشادات السامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس الذي يضع إفريقيا في أولويات ديبلوماسيته وسياسته الخارجية اشتركوا في القناة